ترأى تحظى المرأة والبحرينية بدعم لا محدود في جميع المجالات وفي المجال الشرطي بالتحديد تحظى المرأة الشرطية باهتمام واسع وهذا ما جعلها تكون بيت خبرة في هذا المجال المهم إذ أثبتت كفاءتها في القيام بواجباتها الوطنية في جميع المجالات المهنية والإدارية والعسكرية يعتبر العمل الشرطي من أهم ركائز حفظ الأمن والنظام في جميع بقاع العالم وتعمل شرطة البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من مئة عام على تعزيز الأمن والنظام في أرجاء المملكة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبفضل الدعم والرعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حققت المرأة البحرينية الإنجازات والنجاحات المتميزة في مجال العمل الوطني وخدمة مملكة البحرين وأبناء شعبها إن إتاحة الفرصة للشرطة النسائية لتلقي أفضل فرص التدريب والتطوير للارتقاء بمستوى العمل الشرطي سوى الميداني أو الإداري وتوفير البيئة المناسبة وإعطاء الفرصة للشرطة النسائية للتمرس والتمكن وتحقيق الاحترافية في جميع المجالات المختلفة ساهم في تمكين المرأة في المجال العسكري وخوضها مختلف المجالات الشرطية بكل ثقة واحترافية وجدارة يشهد لها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ونظرا لما توله مملكة البحرين من اهتمام بالمرأة البحرينية والعمل على تعزيز دورها في المجتمع فإن دور الشرطة النسائية يعد ركيزة أساسية في منظومة عمل وزارة الداخلية فمنذ تأسيسها قبل خمسين عاما وحتى اليوم تقوم الشرطة النسائية بدور كبيرا في مجال الحفاظ على الأمن العام والأمن المجتمعي خصوصا حيث تحتفل وزارة الداخلية في هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيس الشرطة النسائية قد أثبتت الشرطة النسائية طوال تاريخها المنصرم بأنها متميزة بإنجازها وذات كفاءة عالية والذي أصبحت المنهام البناطة إليها بشكل أوسع وأشمل فأصبحت موجودة بفعالية في كل التخصصات والأقسام والإدارات بوزارة الداخلية الذي أسهم في تميزها بمساهمتها الفعالة بحفظ الأمن والأمان من خلال التقدم من خدمات أمنية واجتماعية وخدمية بأعلى مستويات الكفاءة يمثل احتفال وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي لتأسيس الشرطة النسائية ومسيرتها وإنجازها ودورها الوطني العظيم المشهود له بالكفاءة والإقتدار فاستطعت المرأة البحرينية تحقيق طموحها وتطلعاتها وقدرتها على المشاركة الفعالة في الحفاظ على الأمن وسلامة المجتمع